السلام عليكم اهلا وسهلا بكم سعيدة بلقياكم مجددا على قناة ساعة تيفي كنتم من كل قلبي تكونوا كتشاهدوا هاد الفيديو انتم كتتمتعوا ب الف صحة و ب الف عافية ان شاء الله انتموا والاحباب ديالكم اليوم ان شاء الله غادينتقسم معكم مملحات كيفما كتطلبوا مني فالمملحات اللي غادينتقسم معكم ان شاء الله غادينتقسم معكم كريب مالح اللي غاديكون لشكل تولاتي يعني كيجي بحل برايوات كيجي رائع جدا سهل وسريع التحضير وبالنسبة لهاد الوصفة ولهاد الكريب غادينتقسم معكم من اول تجريبة و غادي يعجبكم بزاف بزاف اول حاجة غادينتقسم معكم بتحضير الحشوة فالحشوة كيفما شفتو الخضر اللي خديت خضرت الفلفلة حمرة وخضرة و الباصل خديت هاد الحوت اللي اسميتو سيبيا جاني عليه بزاف ديال الاسئلة اه فهو هادا ووريتو لكم قيطة وقطعتو معاكم باش يوضح لكم وضعت 300 غرام يعني اه مقدرون قولو وضعت 4 كيلو فماشاء الله كيحط هو راب حالو بحال الكالامر لكن تبنيالو ناقص شي تسعد و 30 درها من الكيلو هاكك وزوين بزاف او كيجي رائع في الحشوات خديت مقلات وضعتها فوق النار وضعت فيها الزيت وضعت فيها الفلفلة اللي قطعتها صغورة و الباصل اللي قطعته صغير شحرتهم مع زويتا رومية وضعت فصل ديال التوم بالنسبة للتوم اما تقطعوها ولا تحكوها مهم من الاحسن التوم ما تكونش بينها من بعد ما تشحرت لي البصلة والفلفلة بهات الشكل بالنسبة للمقلات عندي كبيرة هكا يعني بحالة غادي نكحش شوية الفلفلة والبصلة الواحد لجانب الجانب الاخر وضعت فيه سمك اللي قطعت معاكم فيه ساعة كيتم ما كيتطلبش الوقت هادا هشيش على الكالامر بالنسبة للكالامر يعني باش تديروه في الحشوات خصو يكون مخدوه مزيان باش ما يجيكمش يقاسح بالنسبة لهاد النوعية هادي كالطيب الضغية ثلاثة ديال دقيق ربعات دقيق كتكون واعره وطايبة مدك الشي فبالنسبة لما عندكمش السمك ممكن تعاوضوا بالكفتة اي اللحم المافروم او الصدر الديك الرومي او الصدر الدجاج باش ما بغيتو وضعت الفلفل الاسود وشوية ديال التون بودرة حركت شوية حتشت دازتها كجوج دقائق ووضعت 125 جرام ديال القامبة او الكروفيت ودعبة خلت تقول شي مع بعضو حتى نشفو ليم الماء والنار دائما فاش نوضعو الحوت تكون مجاهدة باش ما كيتلاق الناشي لما بزاف سافي من بعد ما كتنشفك تصبح لنا بهات الشكل دعبة غد نزيدو بعض الاضافتك كدلي كده درتو الكفتاء او درتو الدجاج يعني نفس القاوة ما تحصلوا علي هكك يعني كيتشحرن وكينشف هنا ديفت 100 جرام ديال الشعرية الصينية اللي سلقتها في الماء وضعت قصبر مع دنوس ليمقطع عرقيق وضعت قطع ديال الحامض مصير ليمقطعين عرقيق وقيم وضعت معلقة ديال الحار بالنسبة للحار ممكن توضع هاك الحار الجاهز او الهريسة معلقة مع مراش بالكامل راس معلقة ديال اللي بزار اي الفلفل الاسود دائما للحار على حسب الدوق ديالكم معلقة ديال عصر الحامض رشيشة ديال الملح بالنسبة للملح كنت وضعت شوية ديال الملح مع الفلفل والبصلة فاش كنت نشحرهم وفاش عملت السمك ما ضفتش لان السمك كيكون شوية مالح بالخصوص السمك السيبية كيكون شوية مالح وضعت الفرماج الموزاريلا او اي نوع ديال الفرماج يكون متوفر عندكم معلقة مع مراش بالتحميره او البابريكا او الفلفل الاحمر وغادي نخلط قليلا وبالنسبة لجبن كل ما كترتو الجبن كتحصلو على واحد الحشوة اللي رائعة جدا فانا بليا ناقص درت في الاول الموزاريلا وهنايا غادي نزيت شوية ديال جبن الاحمر هكا محكوك فاكي عطي واحد تعليكة زوينة بالزبزب داخل الكريب بايدا ما كنش عندكم الفرماج موزاريلا او الفرماج الاحمر فاخودوا غير الفرماج المتلت يعني اللي كندهنوا في الخبز وقطعوا القطاع وصيبوه مع هاد الحشوة او الفرماج ديال الصندويش اللي كيكون شرائح ووزعوا كيجي ممتاز وكيجي كيتعلق وممتازين والسباق اللي عملت معاكم بالحشوة ديال الكريب فهنايا غادي نحضروا الخليط ديال الكريب لناجح مليون بالميئة وغادي نجح معاكم ان شاء الله متأكدة مليون مليون مليار بالميئة ففي خلط كهربائي او في ايناء تخلطوا بالخلط اليداوي غادي توضعوا نصف لتر من الحالي بارد ماشي سخون وغادي نوضعوا حبتين من البيض اي جوج بيضات نصف كأس ديال الزبدة مدوبة خدوا جوج معلق او ثلاثة معلق الزبدة ودوبهم ووضعوهم في الكاس حتى تشوفو هكا النصف ديال الكاس ديال الزبدة مدوبة بش كيجيكم القوة القياس هو هادك فالزبدة كدوبوها بنسبة الزبدة اي نوعية الزبدة عندكم غادي نوضعو ايضا معلقة ديال الزعتر او الصحتر راس معلقة ديال الملح وغادي نطحنو بشكل جيد بعد ما طحنا المكونات السائلة بشكل جيد غادي نضيفو 300 غرام ديال بقيق ما يعادل ثلاثة ديال الكؤوس كل كاس مئات غرام غادي نبدا هكا نضيف الطقيق ونخلط كنضيف الطقيق ونخلط بالنسبة اذا خلطتو بالخلط اليداوي نفس الشي غديرو تخلطو السوائل بالخلط اليداوي تبقاو تضيفو الدقيق وتخلطو تضيفو الدقيق وتخلطو ومن بعد ما تكملو صفيو الخليط غير باش اذا كان فيه شي حبيبات اما اذا خلطتو بالميكسور او بالطرب ديال الكيك او بالخلط الكهربائي الاهم المكونات تنساجم جيدا وما يبقاش دقيق حبيبات هذا هو القوام ديال الكريب ديالنا فهي تبعو القياس اللي اعطيتكم القوام اللي اعطيتكم وتحصلوا على نفس النتيجة ما تزيدو الدقيق ما تنقصو الدقيق 300 جرام مع نصف الليترو ديال الحليب مع نصف كأس ديال الزبدة مع جوج بيضات مع علقة ديال الزعتار اذا ما كتبغيوش الزعتار عوضوه بالليب شوية ديال الفلفل الاسود ورشيشة ديال الملحة وطحنو كل شي بالخلطو اندوزو طيبو فنختارو في طيب مقلة مكتل الساقشي بالنسبة القياس ديال المقلة ماشي موهم كبير ولا صغير غاتي تبقاو الدهنو بالزبدة وتديرو الكريب ديالكم حاولو تديروه رقيق ماشي غليد نار متوسطة حتى كتشوفوه نشف من الجوانب هكا نشف من الجوانب بهات الشكل وكي بداي تحرك ليكم في المقلة وغادي تقلبوه من بعد ما كتقلبوه كتشوفوه كله كي بده هكا كيتنفخ وكي يعني كينتفخ وكيخوه هكا من الواسط بعد ما كينشفو كيتحمر قليلا صافي كنحيدوه باش نطيبوه وحدات خري فعلى جانب كنفرشو هكا واحد المنديل وكنبدو نحطو عليه الكريب ديالنا نفس الشكل كندهنو جيدا للمقلة بالزبدة باش هكا كن ما كتلسقناشي اذا ما كتبغيوش يدهنو بالزبدة دهنو بالزيت سواء الزيت ولا الزبدة كنرجعو الخليط ديال كريب ديالنا كنخلطوه شوية وكننرفضو هكا واحد المغروفة بالنسبة القيص ديال المغروفة لحسب المقلة ديالكم بنسبة انا هادي 24 سنتيم كنحاولو نوضعو الخليط في الواسط ونوضعوه بشكل جيد باش يجينها كارقيق كنوضعو الكريب فوق النار نار دائما متوسطة كنستمرو بنفس الكيفية كينشف من الجوانب كنقلبوه باش ينشف لنا حتمنع للوجاه يشد واحد اللون اللي خفيف ما نحمروش بزاف تماما هاكاك واحد نصف طياب ونستمر بطياب بنفس الكيفية فكي تحضر الكريب ديالنا بسهولة وهاد الكريب كي يجي زوين وكي يجي ناجح مليون بالمئة وبنين وكيفاش عدينا نقول لكم واحد طعم زوين وناشف ماشي داك الكريب اللي كتحسوها كعجينة كي يجي زوين بزاف غير حاولوه ما تديروه شغليت بزاف ديرو غير واحد الكيمية ديال الخليط في الوسط ديال المقلة وحاولوها كتميلوها مزيان على الجنب بهات الشكل اللي طيبت معاكم بعد مما كملت طياب ديال الكريب فماشاء الله كي يجي واحد الكريب اللي رائع جدا ممكن تحضره بحتى الطاكوس كي يجي ولا اروع فهذا هو الكريب ديالنا من بعد ما من بعد ما طيبتو كامل بعد ما طب كنحصلو على 12 وحيدة اذا بغيتو غير نصف المكونات قولوها لانكتبها لكم باش تحصلو على استديا الوحيدة بالنسبة للستديا الوحيدة هدي خرجوا لكم 12 يعني 12 بريوة او 12 كريبة معمرة بالنسبة انا الوحيدة هتخرج لي 24 اوحيدة فاخديت الكريب ديالي خديت دائرة الاولى ديال الكريب قسمتها في النص كنحاولو نجيبو الانصص قد بعضو دهانت بالفرماج او هكا بالجبن غير باش تلصقو بها غادي نعطيكم جوج حولو اما تلصقو بالجبن او تلصقو ان شاء الله بالدقيق والماء انا شوية لصقو معاكم هكا بالفرماج وشوية بالدقيق والماء الاهم انه يلصق لنا الجبن مستيان والجبن يعني كي جيبنين يعني ما كتحسوش يبدأك الضغيق بطبيعة الحال حتى الضغيق ما كتحسوش به لكن بطبيعة الحال الجبن آلد صافي كان وضعو الحشوة في الواسط غادي دابا نشرح ليكم حيد اخرى الاولى كنت كان شرح ليكم تلصيقة مهم كي جينا شكيل ديالهم على هات شكل كان وضعو الحشوة في الواسط وكان نحطوها على شكل متلت من الفوق رقيقة ومن التحت عريضة يعني بحل متلت الحشوة باش تساعدنا ونطوي هاد الجانب والجانب الاخر حتى هو كندهنوه بالجب وكان طويوه على الجانب الاخر الحشوة كندخلوها مزيان وكان زيرو بحال كنقمطو يعني كنقلبو هاد الجيه هادي ومن بعد هاد الجيه هادي وكان لصقوها هكا من الاسفل باش كي تسادلينها مزيان الحشوة متكتروش بزف باش يتسادليكم الكريب يعني دائما الحشوة تكون قد القد النصف اللي غاد ديرو فيه كان نصف صغير ديرو الحشوة قليلة كان كترو على حساب النصف شحال غاد يرفض ليكم فهنا غاد ندير معاكم بزف دي اللي وحيدة هكا ديرو يعني دا عندكم سطح كبير ويزعو الكريبات كاملين قسموهم في النصف وعمرو بهات الشكل الشكل فانا غاد ندير معاكم مش حال دابا غاد نعمر معاكم 12 وحيدة في دقة باش هكا توضح لكم الرؤية والصورة للمبتدئات فايدا كنت كنعاود وكنشرح وكنتطرق نابسط الجزئيات باش ان شاء الله المبتدئات لأول مرة عيجربوه هكا ان شاء الله ينجح معهم من أول تجريبة فبعد ما وضعت الحشوه كنحاولها كننشكلها على شكل متلد الرأس يكون اه رقيق والتحت هكا يعني ما جي متلد غادي نوضع شوية ديال الجوب كيبقى اختياري تزيدوه او ما تزيدوهش او تزيدو الجوب ديال صندوش حتى وكي جي رائع جدا في الكريب غادي نخلط الماء والدقيق وبهم غادي نلصك فعندكم اختيار تلصكو بالدقيق والماء او بالفرماج اللي بغيتو بالنسبة للحشوه ركزو معي الاسفل ديال المتلد ما كنوصلوهش حتى الحاشية او الدائرة باش نلقاو فينا اللصقو الكريب فبهات شكل هادا كندهن الجوانب جيدا ومن بعد غادي نبدو نجمعو الكريب ديالنا كنضيو الجانب الاول كنزيرو وكنقلبو الجانب الثاني وكنتبتم الاسفل ديال المتلد فكنحصلو على بريوات نيشن يعني بحل بريوات غير هادا كريب لكن صدقوني هادا الكريب هادا رائع جدا خفيف زوين الديد ما عندي منقل وما زالا تشوفو معي الشكل النهائي ديالو ساب فيك اللصقوه كامل بنفس الكيفية كنشكلو البريوات ديالنا اللي شكلناها كنحطوها على جانب كنقوليهم بريوات كريب يعني تماما بحل البريوات هنستمر بنفس الكيفية ان شاء الله تنكمل الكريب كامل بنفس الكيفية وما كملت كنحصلو على 24 واحدة من ثلثة بالنسبة اللي بغيتو نصف الكيمية فغادي تحصلو على 12 بالنسبة العدد الوحيدة اللي درت انا فغادي نحمر معاكم وحيدة الباقي كنحتفظ به المدة ديال 3 يم حتى 4 يم غير في تلاجة من الاسفل غادي ناخدو مقلة بالنسبة خدو اللي بغيتو مقلة كبيرة او نفس المقلة اللي طيبتو فيها فغير المقلة اذا كانت صغيرة غادي ترفض لكم كمية اقل او اذا كانت كبيرة اكتر بالنسبة خدو المقلة ديال المسمن وغادي تدهنوها بالزبدة ولا بالزيت وغادي توضعو في هكا المتلاتة ديال كريب ديالكم وغادي تحمروهم من الجيهة الاولى وتحمروهم من الجيهة التانية بالنسبة اللي ما بغيتش تحمرو هكا في المقلات انا كنفضل المقلة حيث سهله وبسرعة كيتحمرو اللي ما بغاتش المقلة غادي تدهنهم جيدا بالزبدة او بالزيت ملتحتهم الفوق ودخلهم الفران تحمرهم فانا غير في المقلات وكنحصلو عليهم محمرين مقرمشين بهات الشكل هذا الفرماش كيدوب وكيجي سايح في الواسط والحمورية الدهبية ودائما ما كان طيبوش في الاول كريب بزاف والجيهة اللي طيبة بزاف واللي كتبليكم حمره هي اللي كنديروها الواسط الجيهة اللي كتكون هكا بيضة كتكون على برا فكن اعتدر هاد النقطة هدي ما وضحتهاش في المرحلة ديال تشكيل هاد الوحيدات هادو غادي نحتافض بيهم غادي نغطيهم مزيان او توضعوهم هكا في فعل بلي محكمة الاغلاق وتوضعوهم عفوا في الثلاجة من الاسفل قد لكم ما بين حتى الثلاث ايام اربع ايام كي تبقى كي يبقى زوين بالنسبة للمجمد مع مرح تفط به في المجمد فكن دير انا هكا 24 كنوضعه في الثلاجة من الاسفل فوق ما كنبغي كنجبد غير الحبات اللي بغيت وكن حمرهم في المقلات وكنقدمهم كي يبقى ممتاز حتى الربع ايام الدرجة البرودة ديالتلاجة تكون شوية مرتفعة باش كتحافظ لينا على الكريب ديالنا وفوق ما كتبغي ودهنه غير مقيلة بالزبدة وحمروه وقدموه وهو سخون بالصحة والراحة فقسمت معكم محيدة تشوفوها كي كتجي من داخل فالحشوة كتجي ممتازة سواء اندر تجج او الا السمك فالنتيجة ممتازة جدا فهذا هو الكريب ديالنا كنتمنى ان شاء الله يكون واضح لكم اخوات اللي ما كيبغيوش الفيرميسيل او الشعرية الصينية فممكن تزيدو القرع الاخضر محكوك اي القرع كورجيت الجازر محكوك كترو الفلفل والبصلة غادي تحصلو ايضا يعني الكمية وافيرة ديال الحشوة اللي تعمر ليكم الكريب كامل كنتمنى ان شاء الله هاد الكريب او هاد المملحات اللي قدمت ليكم كنوا نالوا الاعجاب ديالكم وصدقوني اذا جربتوهم غادي توليوا تعتمدوا بزاف على هاد الوصفة فانا كنعتمدها وكي يجيني هذا اسهل اقتراح نحضره في المالة فكنتمنى من كل قلبي نكون خفيفة ضريفة على قلبكم تهالله لي فرسكم استودعوكم والله مع السلامة اشتركوا في القناة